بسم الله الرحمن الرحيم طلاب توجيه العلمي اليوم رح ناخد درس جديد درس الجينات المرتبطة الجينات المرتبطة تعريف الجينات المرتبطة هي الجينات التي تقى على الكروموسوم نفسه وتتوارث بوصفها وحدة واحدة هلأ بنعرف شو معنى تقى على الكروموسوم نفسه وشو معنى أنها تتوارث بوصفها وحدة واحدة أول شيء تقى على الكروموسوم نفسه يعني أنه هاي الجينات المرتبطة ولا يمكن يكون في بينهم ارتباط إلا إذا كانوا على نفس الكروموسوم مثلا لو أنا حكيت أو افترطت أنه هذا الزوج الكروموسومي رقم واحد والزوج الكروموسومي على سبيل المثال رقم خمسة هدول أزواج الكروموسومات الجينات اللي موجودة على الكروموسوم أو الزوج الكروموسومي رقم واحد ولا يمكن يكون في بينهم ارتباط مع الجينات اللي موجودة على الكروموسوم أو الزوج الكروموسومي رقم خمسة إذن هاي جينات اللي بيكون بينهم ارتباط شرط أنهم يكونوا على الموقع الكروموسومي نفسه تمام هاي معنى تقى على الكروموسوم نفسه كمان مثال ولا يمكن مثلا يكون عندي الزوج الكروموسومي الجنسي الجينات اللي موجودة عليهم ولا يمكن يكون فيه بينهم ارتباط مع على سبيل المثال أي زوج من أزواج الكروموسومات الأخرى الجنسية معناته شرط ارتباط الجينات إنهم يكونوا الجينات موجودين على الكروموسوم الكروموسوم نفسه تمام هاي تفسير هاي العبارة هلأ تتوارت بوصفها وحدة واحدة شو معنا تتوارت بوصفها وحدة واحدة هلأ أنا بعرف إنه الصفات الوراثية أو الصفة الوراثية يعبر عنها بجين هذا الجين يقع على الكروموسوم لو قلنا جين الطول يقع على الكروموسوم رقم أربعة مثلا هاي جين الطول رمسله بالحرف تيه وماشي هلأ جين الطول يعبر عنه مثلا بأليلين متقابلين على الموقع الكروموسومي نفسه على الزوج رقم أربعة فلو كانت عندي جين الطول غير متماثل للأليلات وعندي كمان صفة أخرى لنفرض صفة لون العيون بدي أرمزلها بالحرف الكبير كابتل وهي غير نقية مثلا يقابلها لجي اسمول إذن أنا عندي أليلات تعبر عن صفة وراثية صفة الطول عبرنا عنها بأليلين غير متماثلين متقابلين على الموقع الكروموسومي نفسه اللي هو على الزوج الكروموسومي رقم أربعة هلأ بالمقابل عندي كمان على نفس الكروموسوم تقع صفة لون العيون وعبرنا عنها بأليلين غير متماثلين جي كابتل جي سمول هدولا الليلات لصفات تقع على الكروموسوم نفسه وهنا صفتين وراثيتين هلأ لما كنا نطلع الترز الجينية للجاميتات في هدولا الصفتين شو كنا نعمل كنا نعمل توزيع حر كنا نعمل توزيع حر مشان نطلع الجاميتات كنا نقول نوزع هذا الزوج على هذا الزوج يعني T مع الجي T كابتل مع G كابتل و T كابتل مع G سمول بعدين كنا نقول تي سمول مع جي كابتل سوري وتي سمول مع جي سمول عندي جاميتات نتجت من توزيع حر زي كمان او كنا نكتبها على الدفتر او على اللوح بطريقة هيك تي كابتل تي سمول جي كابتل جي سمول هيك كنا نكتبها تمام ونوزع زوجي القليلات للصفتين على بعض مشان نطلع الجاميتات التي مع الجي والتي مع الجي والتي مع الجي والتي مع الجي مشان نطلع الجاميتات هذا الحكي في وضع طبيعي حدث في عملية توزيع حر تمام لكن هون بحكي لك انه تتوارث بوصفها وحدة واحدة يعني انه هون لا يحدث توزيع حر للالليلات اثناء تكوين الجاميتات طبعا كل الحكي اللي انا قاعدة بحكي موجود انكم في الدسية اللي معكم تقدروا ترجعوا لها وتتبعوا اثناء مشاهدتكم للشرح هلأ تسلك بوصفها وحدة واحدة معناته هدول لو انا نقلتهم هون هاي الزوج دي كروموسومي رقم اربعة عليه جين الطول غير متماثل للالليلات وجين لون العنين غير متماثل للالليلات هدول الجينات اثناء عملية الانقسام المنصف لا تحدث عملية توزيع حر وانما تسلك هاي الجينات او هاي الالليلات كوحدة واحدة على الكروموسوم نفسه يعني بيظلوا مرتبطين مع بعض فبصيرش عندي توزيع حر هاي هدول وحدة وحدة هاي جاميت وفاصلة هاي عندي جاميت اخر لاحظ الالليلات سلكت سلوك او توارثت كوحدة واحدة على نفس الكروموسوم دون حدوث عملية التوزيع الحر اثناء تكوين الجاميتات فعندي هون جاميت وعندي هون جاميت تمام هاي معنى تعريف وصفها او معنى المصطلح او العبارة بوصفها وحدة واحدة هلأ لو لاحظنا في عملية التوزيع الحر حتنتج عندي عنده توارث صفتين اربع جاميتات واحد تنين تلاتة اربعة لانه صار عندي توزيع حر هاي مع هاي هاي مع هاي هاي مع هاي هاي مع هاي نفس اللي عملنا هون في هاي نفس هدول لما وزعناهم طلع عندي أربع جاميتات طبعا التوزيع الحر للأليلات أثناء تكوين الجاميتات ناتج عن وجود مسافة بين الجينات بين جين الطول مثلا وجين لون العنين تمام هذا الجين الجينين او جيني الصفتين بينهم مسافة سمحت بعملية التوزيع الحر أثناء تكوين الجاميتات في حين عند حدوث ظاهرة ارتباط الجينات لا ينتج إلا جاميتان جاميتين اثنين فقط لأنه لا يوجد مسافة بين الجينات تسمح بحدوث عملية التوزيع الحر وتسلك الجينات على الكروموسوم كوحدة واحدة أثناء تكوين الجاميتات عشان هيك فنتج عندي جاميتة هلأ شو سبب ارتباط الجينات او سبب ظاهرة الجينات المرتبطة السبب انه أنا عندي عدد الجينات في الكائن الحي بيكون كبير جدا وبالمقابل عدد الكروموسومات بيكون أقل من عدد الجينات ولذلك تتوزع الجينات على عدد قليل من الكروموسومات ما يعدي إلى تلاصق الجينات بعض وحدوث ظاهرة الارتباط طبعا ظاهرة الارتباط اكتشفها العالم مورغان في ذبابة الفاكهة حيث أن ذبابة الفاكهة في عندي عشر آلاف جين تتوزع على أربع كروموسومات فقط تمام هلأ كيف تؤثر أو كيف يؤثر ارتباط الجينات كيف يؤثر ارتباط الجينات في توارث الصفات طبعا من خلال دراسة العالم مورغان توارث صفتين هم لون الجسم وحجم الجناح في ذبابة الفاكهة وإحنا منعتبر لون الجسم وحجم الجناح في ذبابة الفاكهة من الأمثلة الرئيسية على ظاهرة ارتباط الجينات يعني أي سؤال بسألني فيه عن لون الجسم وحجم الجناح اعرف أنه جيني هدولا الصفتين مرتبطين مرتبطة مرتبطتان على الكروموسوم نفسه يعني لو قال لي لون الجسم ولون العيون لا ما في ارتباط لأنه لون العيون جايين على كروموسوم جنسي ولون الجسم على كروموسوم جسمي فهون ما في ارتباط لو قال لي حجم الجناح ولون العيون في ذبابة الفاكهة برضو مش جينات مرتبطة لأنه الجينات فقط ظاهرة الارتباط ما بين جيني لون الجسم وحجم الجناح جيني لون الجسم وحجم الجناح أي سؤال بسألني عن لون الجسم وحجم الجناح بعرف أنه سؤال ارتباط بس على الأغلب على الأغلب فيه أسئلة الوزارة بيكتب لك إذا علمت أن الجينات مرتبطة. وأحياناً أنا من النسب كمان بعرف أنه في عندي ارتباط جينات. رح نتعلم هذا الكلام لما انحل أمثل على موضوع الدرس. طيب كيف بأثر ارتباط الجينات في تورث الصفات؟ أول شغلة حكى مورغان درس لون الجسم وحجم الجناح. إذ يكون لون الجسم الرمادي جي كابيتل سائداً على لون الجسم الأسود جي سمول لاحظ أنه في ارتباط الجينات إذن عندي هون السيادة تامة. إذن لو قال لي ما نوع السيادة في ارتباط الجينات السيادة تامة. ما نوع الوراثة غير مندلية ارتباط جينات نوع الوراثة بينما السيادة سيادة تامة. تمام. إذن اللون الجسم الرمادي جي كابيتل سائد على الليل لون الجسم الأسود جي سمول والليل حجم الجناح الطبيعي سائدا على الليل الجناح الضامر فعند إجراء تزاوج قام بإجراء تزاوج بين دبابات فاكهة رماديت الجسم طبيعية الجناح نقية كلمة نقية تعني لي أنه لون الجسم الرمادي وحجم الجناح الطبيعي صفتان سائدتان لأنه نطلق مصطلح نقية على الصفات السائدة إذن أنا عندي أجرى تزاوج بين دبابات رماديت الجسم رمزنا للون الرمادي بجي كابيتل جي كابيتل جي كابيتل والجناح طبيعي تي كابيتل تي كابيتل صفتان نقيتين مع دبابات فاكهة سوداء ضامرة سوداء ضامرة يعني جي سمول جي سمول تي سمول تي سمول هلأ كانت أفراد الجيل الأول رماديت الجسم طبيعية الجناح بعد ما زاوجهم طبعا بيوض هاي الدبابات أفقست وأعطتني أفراد الجيل الأول جميعها رماديت الجسم طبيعية الجناح هو أشأل افترض أنه صار عندي توزيع حر للليلات وطلعت عندي جميع الأفراد كانت جي كابيتل جي سمول تي كابيتل تي سمول غير نقية أخذ أفراد أو دبابات من أفراد الجيل الأول هون تجربة ثانية تجربة ثانية لمورغان أجرى تزاوج بين دبابة فاكهة من أفراد الجيل الأول طرازها الجيني جي كابيتل جي كابيتل تي كابيتل تي سمول هايها مع ذكر هاي أنثى مع ذكر ذبابة طرازه الجيني جي سمول جي سمول تي سمول تي سمول والأب الآخر متنحي للصفتين كانت تطلع معانا نسب الأفراد الناتجة واحد الى واحد الى واحد الى واحد تتذكروا في توارث صفتين لما درس من دل هاي صفة توارث الطول في نبات البازل لا طلعت معا واحد الى واحد الى واحد الى واحد النسب يعني 25% الى 25% الى 25% الى 25% ولو بدنا نعمل هذا الحكي زي ما عمل مندل يعني افترض مورغان انه صار عندي توزيح حر وتكون عندي اربع جامتات والمفروض تنتج عنده النسب بهاي الطريقة لكن اتفاجأ مورغان انه نسبة الأفراد الناتجة كانت ما طلعت عنده هيك طلعت توارثت بنسبة واحد الى واحد ومن هون توصل الى انه هدولا الصفتين في بينهم ارتباط جينات بس تعالوا انو اياكم نجرب نعمل نفترض انه حدث توزيع حر لهدول الالليلات ونطلع جامتات على اساس حدوث توزيع حر ونشوف النسب شو بددها تطلع معانا وبعدين نعمل الارتباط زي ما اشتغل عليها مورغان فعليا احنا اذا بدنا نشتغل على مندل انا عندي توزيع حر هدولا جاميتات الأم هلأ جاميتات الأب طبعاً والجي سمول مع تي سمول بطلع عندي أربع جاميتات لهم نفس الطراز رح أخد أنا جاميت واحد هذا على فرض أنه حدث عندي توزيع حر زي ما كان يطلع مع من ده تمام إذن جاميتات الأب الأربعة هاي هم الجي كابتل تي كابتل الجي كابتل تي سمول الجي سمول تي كابتل الجي سمول تي سمول هدول جاميتات الأم جاميتات الأب عندي جامية واحد طراز واحد هم أربعة بس أخدت أنا طراز رح يطلع مع الأفراد الناتجة جي كابتل جي سمول تي كابتل تي سمول جي كابتل جي سمول تي سمول تي سمول جي سمول جي سمول تي كابيتل تي سمول وجي سمول جي سمول تي سمول لاحظ الأفراد الناتجة هلأ الأبوين كانت عندي هاي أنثى طبيعية طبيعية الجناح رمادية الجسم وهنا ذكر أسود الجسم ضامر الجناح أسود الجسم الأفراد الناتجة كان عندي هون طبعا الجناح طبيعي والجسم رمادي إذن هون عندي ذبابات أو ذبابة رمادية ذبابات رمادية الجسم طبيعية الجناح وفي عندي هون رمادية الجسم ضامرة الجناح وعندي هون طبيعية الجناح سوداء الجسم وهون عندي سوداء الجسم ضامرة الجناح لاحظ عندي هون الجسم أسود والجناح ضامر هاي الصفة موجودة في الأب تمام عندي هون رمادية الجسم طبيعية الجناح هاي موجودة في الأم في حين رمادية الجسم ضامرة الجناح رمادي ضامر هاي صفات جديدة في الأفراد الناتجة وطبيعية الجسم سوداء الجناح سوري طبيعية الجناح سوداء الجسم برضو صفات جديدة في الأفراد الناتجة هدول نتجوا عن عملية التوزيع الحر نحن كنا نقول أنه توزيع الحر من أهميته أنه ينتج عندي أفراد جديدة تحمل صفات لم تكن موجودة عند الأبوين لكن النسب كانت واحد على أربعة واحد على أربعة واحد على أربعة الاحتمال واحد على أربعة أو خمس وعشرين إلى خمس وعشرين إلى خمس وعشرين إلى خمس وعشرين بنسب متماثلة بنسب متماثلة واحد إلى واحد إلى واحد إلى واحد وهذا الحكي هذا الحكي اللي كان يتوقع مورغان أنه لقيه في الأفراد الناتجة لكن اتفاجأ أنه لا طلعت عنده توارثت النسب في الأفراد بنسبة واحد إلى واحد وليست واحد إلى واحد إلى واحد الى واحد وهذا يعزي الى ظاهرة ارتباط الجينات قال مورغان انه لون الجسم وحجم الجناح في بينهم ارتباط بين الجينات هدولا المسؤولين عن لون الجسم وحجم الجناح هذا الحكي اللي ادى الى ظهور النسب او الافراد الناتجة توارثت بنسب واحد الى واحد هلا استندج مورغان ان جين لون الجسم وجين حجم الجناح مرتبطان على الكرومزوم نفسه وان الاليلات لهذه الصفات تنتقل غالبا معا بوصفها وحدة واحدة من دون ان تنفصل في اثناء عملية الانقسام المنصب من دون ان تنفصل يعني ما صار عندي توزيع حرف لتكوين الجامتات اذ يرتبط الليل لون الجسم الرمادي بالليل الجناح الطبيعي ويرتبط الليل لون الجسم الاسود بالليل الجناح الضامر كالتالي يعني لما حكينا انه الانثى كانت رمادية غير نقية وطبيعية الجناح غير نقية مع الذكر اسود ضامر تمام اللي صار انه كانت الجينات هاي خلينا نحطها على نفس الكرومزوم مشان نشوف الجي جي والتي تي هاي صفة لون الجسم وحجم الجناح جيناتهم مرتبطة على الكرومزوم نفسه هدولا الطرز الجينية للانثى هاي الطراز الجيني للانثى انثى ذبابة الفاكهة ليش كتبت الطراز الجيني لهم ايك؟ حطتهم على نفس الكرومزوم عشان ابين انه هاد في عندي جينات مرتبطة والطراز الجيني للذكر بقدر اكتبه جي كبت جي سمول جي سمول تي سمول تي سمول اثناء تكوين الجاميتات اذا الطراز الجيني للجاميتات اثناء تكوين الجاميتات زي ما حكى انه تسلك وصفها وحدة واحدة دون ان تنفصل اثناء الانقسام الجاميتات رح يسلك عندي اثناء عملية الانقسام المنصف دون أن تنفصل أثناء عملية الانقسام المنصف لتكوين الجاميتات إذ يرتبط الليل لون الجسم الرمادي بالليل الجناح الطبيعي هاي الجسم الرمادي والجناح الطبيعي بظلوا مرتبطين على نفس الكروموسوم كوحدة واحدة أثناء تكوين الجاميتات يعني هي جاميت وهي عندي جاميت لاحظ زوج الكروموسومات 2N زوج من الكروموسومات انفصلوا هاي أعطاني 1N لكن هذا الكروموسوم الأليلات اللي عليه سلكت كوحدة واحدة لأنه الجين جين لون الجناح لون الجسم وجين حجم الجناح مرتبطان على نفس الكروموسوم لا يوجد مسافة بينهم عشان يصير عندي توزيع حر لأزواج الأليلات ونفس الإشي الطراز الجيني لجاميتات الأب جاميتات الأب هاي تسلك كوحدة واحدة 2N بين قسم وانقسام منصف هاي 1N 1N وهذا الكروموسوم يحمل الجينات اللي عليه أو الأليلات اللي عليه توحدة واحدة لأنه ما في بينهم مسافة تسمح بانفصالهم وتوزيعهم أثناء تكوين الجاميتات هلأ الجاميتات هلأ الطراز الجيني للأفراد الناتجة للأفراد الناتجة بنقدر نعمل مربع بنت أو بنقدر نزاوج بهذه الطريقة أنا بدي أعمل مربع بنت عشان أسهل عليكم الفكرة وتفهموها بشكل أوضح أنا عندي هون الأم جاميتات الأم وهي جاميتات الأب جاميتات الأم عندي اتنين مختلفات بالطراز فباخد الطرازين هاي جي تي سلكت القليلات كوحدة واحدة على الكروموسوم وهي عندي الجاميت التاني هايو الأب عنده جاميتين نفس الطراز باخد جاميت واحد هاي جي تي تمام هلأ بنزاوج ون إن مع ون إن هاي الكروموسوم إن والجينات عليهم أو الأليلات كوحدة واحدة جي تي جي تي هاي بصار عندي فرد جديد تو إن هلأ نفس الإشي ون إن مع ون إن جي سمول تي سمول جي سمول تي سمول لاحظ الأفراد الناتجة هاي الطرز الجينية للأفراد الناتجة الطرز الشكلية للأفراد الناتجة كانت لاحظ خمسين بالمية اللي هن أسود الجسم ضامر الجناح أو سوداء الجسم ضامرة الجناح إلى خمسين بالمية هاي هم رمادية الجسم طبيعية الجناح إذن نصف الأفراد كانوا بيحملوا صفات الأب والنصف الثاني كانوا بيحملوا صفات الأم نتيجة ارتباط الجينات يعني النسبة كانت تتورثت بنسبة واحد إلى واحد وهاي النسبة تعزي إلى حدوط ظاهرة ارتباط الجينات يعني لو قال لي أثناء دراسة مورغان لي لون الجسم وحجم الجناح تورثت نسب الأفراد الناتجة بنسبة واحد إلى واحد فسر ذلك أو التعليل الوراثي لذلك التعليل الوراثي حدوث ارتباط الجينات أو ممكن نقول أن جيناي لون الجسم وحجم الجناح كانتا مرتبطتان على الكروموسوم نفسه لاحظ أنا عندي هون فقط الصفات اللي موجودة في الأبوين كانت موجودة في الأفراد الناتجة بعكس لما ابترضنا أنه كان عندي هون في عملية توزيع حر لما كان في عندي توزيع حر ظهر عندي صفات أو أفراد جديدة بصفات جديدة لم تكن موجودة بالأبوين نتجة التوزيع حر لكن كانت نسب التوارث برضو متساوية يعني نسب توارث هاي الصفات 25% إلى 25% إلى 25% ونتيجة خدوث ظهرت ارتباط الجينات كانت نسب الأفراد الناتجة واحد إلى واحد 50% بيحملوا صفات الأب و50% بيحملوا صفات الأم بتمنى تكونوا فهمتوا الفكرة من ارتباط الجينات الحصة القادمة إن شاء الله رح ناخد ظاهرة العبور ونحاول نحل أمثلة على درس الارتباط والعبور وشكراً لكم معلمتكم بسم ريهم برهام ترجمة نانسي قنقر